أجرى رئيس الوزراء دكتور معين عبد المالك اتصالا هاتفيا بنائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي دكتور محمد دعاقلان وذلك للإطمئنان على صحته عثر تعرضه لمحاولة اغتيال إرهابية وإجرامية آثمة ووجه رئيس الوزراء لجهزة المختصة بسرعة الكشف عن اليناه وتقديمهم للمحاكمة ليناء لو جزاءهم العادل جراء فعلهم الإرهابي الغادر وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن متمنيا الشفاء العاجل للدكتور محمد عقلان وعودته إلى ممارسة مهامه الأكاديمية وأعبر نائب رئيس جامعة عدن عن تقديره لرئيس الوزراء مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة